بدورها فجرت شركة آيكوم اليابانية مفاجأة بشأن أجهزة الاتصال اللاسلكية ووكي توكي المرتبطة بانفجارات استهدفت فصيلة لبناني مرتبطة بإيران بيان لشركة ذكر أنها أوقفت إنتاج هذه الأجهزة منذ نحو عشر سنوات وأوقفت أيضا إنتاج البطاريات اللازمة لتشغيل الوحدة الرئيسية للجهاز اللاسلكي المخمول وأضفت أن أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان منتجات مقلدة وليست مصنوعة من قبل الشركة منوهة إلى أنها قدمت نموذج V82 من أجهزة الراديو ذات الاتجاهين منذ أكثر من عقدين وتم يقاف إنتاجه منذ فترة طويلة